عايز أميز ماينا فكرتين في رسالة روميا من روميا واحد لغاية روميا خمسة عدد حداشر يتكلم عن الخطايا بالجمع من روميا خمسة عدد بدءا من روميا خمسة عدد اتناشر يتكلم عن الخطايا بالمفرد سنجل والمسألة مش جمع ومفرد لكن أعمق من ذلك عندما نقول مثلا قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التينة ليس المقصود بالتينة مجرد ثمر التين لكن شجر التين فهنا لما بيكلمنا عن الخطايا بالجمع من روميا واحد لغاية لما نوصل لروميا خمسة عدد حداشر بيتكلم عن الخطايا بالجمع وكيف أتبرر من الخطايا التي ارتكبتها بدم المسيح يتكلم عن الخطايا السالفة يعني اللي في الماضي كمان وده خطايا السالفة يصد مؤمن العهد القديم كيف الله قبل هؤلاء وكان لسه ذبيحة المسيح لم تقدم بإمهال الله يبقى إذن هنا في موضوع تبرير كيف أتبرر وأنا ارتكبت الكثير من الذنوب والمعاصي دم المسيح هو فيه بار وفيه تبرير أيها البار هو يسوع المسيح بالضبط اللي عنده الكفاءة والمقدرة أن يبرر وكيف يبرر بدمه متبررين مجانا بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه بدءا من روميا خمسة عدد لا يتكلم عن الخطايا التي ارتكبتها لكن عن طبيعة الخطيئة التي ورستها وعشان كده يقولك أنت محتاج إلى عمل المسيح لكي تكون فيه وفيه أصبحانا كاملا ده الفرق ما بين كأنه جمع كل الخطايا وحطها في خطيئة واحدة لابتشمل كل الخطايا الماضي الحاضر والمستقبل أيضا يعني عندما نتكلم عن الخطايا بالجمع فإننا نقصد ما ارتكبناه نحن شتيما حلفان كذب زنا نجاس كله خطايا عندما يتكلم عن الخطيئة بالمفرد يقصد النبعة الذي ينتج هذا البزر التي تنشأها ويحنى المعمدان قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم وكأنه جمعها في هالخطيئة الذي بجلدته شفيتم ترجمة نانسي قنقر